بالنسبة لنا في الأهلي الأرقام القياسية تخلقت عشان نحطمها وأنا أخذ من كلام كلمة كابتن خطيب مع ناشئين البسكت وأبدأ به كلامي البطل اللي يوصل لمنصة تتويج ويحس أنه حقق كل حاجة بتبقى دي بداية النهاية السؤال اللي أعتقد يمكن يكون النهاردة في قدة لبس أو مع مرسي الكولر تحديدا إزاي تقنع لعيبة زي هاني وشناوي والشحات وديانج ومعلول وكهرباء وغيرهم كل اللعيبة دي اللي حققت كل حاجة في كرة القدم اللي حققت ما لم يحققه لعب على مستوى قرية أفريقيا في تاريخ الكرة من أول ما نشأت في القرية لغاية النهاردة فاز بكل الألقاب وفاز بكل البطلات وحقق اللي ما حققهوش أي جيل تاني أنه ما حققش حاجة لسه وأنه قدامه هدف كبير جدا ما عدنا معاه كمان أسبوع أنا بيتهيق لي قبل التاكتكس وقبل البدني وقبل الفني وقبل المهاري تجديد الدوافع هو الحاجة الأساسية اللي لو نجح فيها مرسي الكولر على مدار الأسبوع ده يفرق معانا كتير جدا قبل مشوارنا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في بطولة كاس عامل أمدقية أرحب بضيفي نجمل كبير كابتن محمد حشيش معنا النهاردة فستد السم ساخر الكابتن حشيش أنا بحمد زيق نور الدنيا بقلك كتير مش عرفتنا آآ آآ حظ وحش لا ده نحن حظنا وحش ساعة ده بوجودك معنا وخليني أبدأ معك من يعني قبل ما أتكلم على الشباب الجزاد عايزة أسمع تقليمك للمطش إيه اللي لينا وإيه اللي علينا هل أهلي لعب جيم كويس وإيه اللي جيم وحش هل تعادل بالنسبة لنا خسارة ولا ممكن يخش في حساب المكسب بما أنه كل الفرقة الكبيرة في أفريقيا بتعاني بسعايزة أعرف الأول لو أنت في قط اللبس إيه أكتر حاجة هتحب أو هتركز عنك تشتغل عليها في أسبوع ما قبل بداية انطلاقة مشوار كاس العالم طبعا يعني النادي الأهلي قال فترة اللي فاتت المشكلة الأساسية أن الناس بتقارن ما بين السنة اللي فاتت والخمس بطولات والسنة دي دايما نحن نتطمعين جمهور الأهلي وعايزين الأحسن دايما يعني متعودين من النادي الأهلي على البطولات فالبداية بتاعتنا كانت السنة دي كان لها ظروف معينة أن أنت بادئ بمطش وبطولة وكنت كويس في المباراة إنما ما كانش فيه توفيق فاخسرت البطولة النادي الأهلي متشوق إلى بطولة يعملها السنة دي ويضرب بيها البطولات كمان بتاعت السنة اللي فاتت ويمكن دي كلمة اللي زي ما أنت قلت الكابت الخطيب قالها السهل أن تصل لقمة بس صعب الحفاظ عليها فأهم حاجة لازم دايما اللي عيبة تحس أن مهما عملت هي ما عملتش حاجة يعني دي خلاصة الكلام لازم يبقى فيه دايما دوافع موجودة والمفروض أن لعبة النادي الأهلي دايما عندهم الدوافع الدفع الكبير هو الجمهور اللي وراه الجمهور الكبير بتاع النادي الأهلي سواء جوه مصر أو بار مصر دايما متعطش البطولات قدر لعبة النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي إنه دايما بيبقى عليه ضغط كبير جدا إنه لازم يحقق البطولات من هنا لازم اللعبة تحس بالموضوع ده فلو أنا في قط اللبس خلال الفترة اللي جاية دي أو أنا المفروض أن اللعبة يعني دخلة تلعب بطولة كاس العالم الأندية أرقع حاجة ممكن لعيبة يوصلها على مستوى الأندية أصعب مستوى منافسة أصعب مستوى مستوى علي اللي محدش عملوا قبل كده فمن هنا اللعبة لازم تبقى عارفة اللي عندها الدوافع دي لأنه زي ما بقولك أنت كمان بطولة كاس العالم الأندية غير إنها أكبر منافسة بطولة الدوري أنت كل سنة بتخش بطولة الكاس أنت كل سنة بتخش نفس القصة إفريقيا أنت داخل فيها على طول إنما كاس العالم الأندية بيبقى مرهون بإنك تكسب بطولة إفريقيا فدي ممكن أو ممكن لا ممكن سنة تخش وارد يعني فدي فرصة كويسة وخصوصا كمان النسخة دي كابتا نحنشيش آخر نسخة هتتقام بالنظام ده بالظبط كده بعد كده هتبقى العملية هتبقى القاعدة أوسع مشاركة الأندية الكبيرة أكبر فالمنافسة فيها تبقى صعب بتصعب زيادة وممكن في بعض اللعيبة مثلا يعني مجلهاش الحظ إنها تخش كاس عالم لأندية بعد كده فكله لازم يعمل أولا لناديه بطولة كبيرة وإنجاز ويعمل لتاريخه هو لأن الناس بتفتكر الجيل بتاع أبو تريكا لما دخل كاس عالم الأندية الأول مرة وحقق البرونزية والنادي الأهلي من وقتها هو دايما بيخش كاس عالم الأندية فلازم الدفع يكون موجود الدفع موجود عند اللعيبة المفروض يعني أنت شايف أن النحية المعنوية والنفسية مهمة جدا في الإسبوع ده مليون في المية لأن أنت بتلعب بقى نقلة تانية خالص أنت الفترة اللي فاتت بتخش في أجواء الدوري وبعدين تخش في أجواء أفريقيا وبعدين ترجع للدوري دي فترة معينة مجمعة بطولة مجمعة ففترة محدودة هتنتهي وخلاص فأنت لازم تشيل كل اللي في دماغك اللي وراء ظهرك طبعا دوري أفريقيا كل كلام ده وتركز في البطولة دي وتركز أن أنت بتلعب زي ما بنقول في مستويات عالية مش مجرد أن أنت بتلعب مطشي في الدوري ممكن لسه الدوري طويل النهاردة بتتعادل بكرة بتكسب تجميع النقاط لا دي مباراة المكسب المطشي بصلك لمرحلة تانية الخسارة بتوديك حتة تانية فأنت لازم تبقى أنت عندك الدفع الجامد أو تبزل كل الجهد ما حدش يبخل بالجهد لازم زي بقولك المطشيات دي عشان منافسات عالية وبواجه فرق لها تاريخة وعلى مستوى عالي ولعيبة على مستوى عالي فلازم أن أنت يعني تبقى فيه تركيز وحماس وقوة تبخلش يبقى حاجة بس عشان ده يحصل كابتر حشيش معلش أن أخذ الموضوع لأن أنا حاسس المرحلة اللي إحنا أوصل لها اللي أغلب جمعين نادي الأهلي مش راضي عليها رغم أن إحنا رقمياً وقفين على رجلين أنت لما تيجي تتكلم على دوري أبطال أنت متصدر مجموعتك وواحد من أحسن الفرق لحقية نتائج أفضل من كل الكبار أفضل من الوداد الوداد خسران مطشين أفضل من سانداونز خسران مطش ومتعادل مطش على أرض الأربع مجميع أحمد أربع مجميع في 16 فريق أنت وفرقتين تانيين اللي متغلبتش خلال الفترة خلال مطشرة هاجي لدوري المجموعات أو دوري المجموعات في دوري الأبطال بس أنا حاسس أنه كل شوية يعني اللود اللي إحنا الشحنة اللي موجودة ومحتاجين أو اللعيبة نفسها سواء مع بعضها مع الكبات الكبار مع الشلناوي مع الشلية يطلعوها أو طبعا دور جهاز الفني والمعد النفسي أنه في طاقة سلبية محتاجة تخرج طبعا أنت حاسس أنه البداية مش موفقة طبعا ثم خروج من بطولة الدوري الأفريقي طبعا ثم عطرتين في الدوري المحلي مرة قدام سموحة مرة قدام الجونة ثم تعصر في دوري الأبطال بتعادلين كان في الإمكان أفضل مما كان كنت ممكن جدا أنت بقى رصيدك تسعبون أنا حاسس أنه التراكم ده بقى بيصعب المشكلة بقى بيولي الضغط والضغط كمان اللي ما هو تخد بالك جمهور الأهلي غير طبعا جمهور الأهلي غير طبعا فكمان لما يبقى فيه ضغط جماهيري على الجهاز مش بس على العيبة على الجهاز الفني على العيبة أنت محتاج تنسى كله محتاج تطلع الشحنة دي هرد عليك بحاجة بسيطة جدا أن النادي الأهلي طبعا مش أول مرة يخش كاس عالم الأندية قبل كده لو تفتكروا ونرجع بالتاريخ كان الأهلي راح كاس عالم الأندية وكان موقفه صعب قوي كانت الناس بتقول وكان فيه خسائر وكان فيه تعصر في مبارات كتيرة وكان معظم الجماهير أن الأهلي خايفة تقولوا إنما قدرنا نتغلب على كلام دا كله ونسينا كلام دا كله وبصينا للهدف اللي احنا رحله واخدنا البرونزية ولعبنا برضو فرقة على المستوى عامي لما رحنا مع بيتسو بطولة كاس العالم اللي كان مطش الافتتاحي بتاعها موندري جلنا راحين تقريبا بنص فرقة ونص الفرقة مكانش موجودة خلص والكل توقع وما كانش هزعل لو الأهلي اتغلب من أول مطش ورجع ورغم كده رحنا يعني عملنا بطولة هي الكرة مراحل يعني أنت راح على مرحلة مختلفة تماما بأهداف تانية زي ما قلنا بمستوى تانية بقيمة قيمة كبيرة طبعا كاس عالم أندية بتقابل فرق قوية جدا فلازم يكون الدفع اللي عندك دفع قوي تنسى اللي فات ليه بقى لأن اللعيبة دي مش هنقول أول مرة تخش كاس عالم وعملت نتائج في كاس عالم الأندية فأنت برضو الرهبة بتاع كاس عالم الأندية يعني قلت شوية غير أول مرة يعني تسأل للعيبة اللي راحت أول مرة كاس عالم الأندية في اليابان كانت قلقانة ومستوات كبيرة وهنعمل إنما دلوقتي أنت عندك خبرات لعبة النادي الأهلي أو النادي الأهلي في المواقف الجامدة أو في البطولات الكبيرة ليه بيينفسوا وبيقوا على قد الحدث لأن هم عندهم خبرات متراكمة فالخبرات المتراكمة دي لازم أطلعها في القصة دي وزي ما قلت لك إن أنا مش شرط إن أنا أبقى رايح وأبقى أنا كذبان كذا وكذبان بطولات والمستوية عالي لا الإرادة والحماس والتركيز بيغطوا على أي إخفاقات قبل كده الهدف اللي أنت رايح له هدف كبير قوي وناس كثيرة جدا مستنيهم تنساش برضو إن البطولة دي في دولة عربية أي وجمهورك هيبقى كبير يعني أعتقد إن الجيل الأديم بتاع النادي الأهلي بتاع أبو تريكا ومتعب توكيو بقى وكده ما كانش فيه ما حدش بس بس بسقف تسييفة كده إنما إنت رايح هتحس إن أنت بتلعب في القاهرة أي أحسن إنما بتلعب في القاهرة أنت القاهرة لو بدخلك 3000 واحد يعني أنت عارف عشان الجمهور هنا وكده إنما هناك هإلى يعني تقريبا الملعب كله بشجع النادي الأهلي فأنت عندك حتة برضو الجمهور والضغط الجمهور بالعكس ده أنت تستغل وبقى حافز كبير بالنسبة لك إن أنت تقدر تقدي مع أي أي مستوى أنت بتقابله وقابلنا قبل كده قابلنا ريال مدريد وقابلنا وقابلنا وكن ند وأكتر من ند فالعملية هي محتاجة بس إذن بقولك تركيز بس الجهد وحدش يدخر جهد تركيز جامد في الملعب لأن أنا خدراتي وإمكانياتي كلعيبة عملت قبل كده تقدر تعمل تاني هل البدايات ظلمت كولر يعني يعني بتيجي ببص تجربة كولر السيزن الأولاني مدرب جه من بعيد كان بقى له فترة ما بيدربش تعرض لحملات انتقاد وتشكيك غير طبيعية صحيح جاي من قرأ أول مرة بيشتغل في القرأة تانية خالص والفوارق حقيق بين أوروبا وأفريقيا حقيق عرف طبعا لمدرك طبيعة المنافسة في محليا ولا الملاعب ولا الجو ولا الأكسجين ولا الكلام ده كله صحيح ورغم كده قدر في أول موسم يعني مش بس يحقق يعني أنا بعتبر أنه بصمات كولر في السيزن أوليه مش قصة خمس بطولات بالضبط لكن قصة أنه من أول سيزن ابتدينا نشوف معال أهلي اللي ما كناش مش منشوفه قبل كده يعني خلينا نتفق أنه اللعيبة دي هي اللي جابت أفريقيا مرتين قبل مارسل كولر صحيح ولعبت بطولتين كاس عالم جابوا فيهم ميداليتين برونزاي وجابوا كذا سوبر أفريقي ودولي وكاسو لكن مع كولر حسنا أنه شكل الفرقة تغير حسنا الرجل عنده فكر وعنده بصمة حسنا أنه اللعيبة فرديا أسماء كتير جدا كان ناس بتشيط بكولر أنه الأسماء دي نمعت مع مارسل كولر طبعا طبعا العكس العكس شوية حصل السنة دي لا شك أن السنة اللي فاتت مختلفة عن السنة دي مدرب جديد دم جديد دايما لما يبقى فيه مدرب جديد باستنفر الهمم مع اللعيبة كل واحد عايز يعني يبين مستوى عشان يحط رجل في الملعب ويكون راجل أساسي ويبقى المدرب راضي عنه حكيب أجيب مدرب كل سنة لا طبعا لا طبعا هو بس يعني هي صدفة أن هي بعض اللعيبة يعني ما كانتش واخد حظها مع المدرب القبل كده فيه لعيبة صدت مع المدرب القبل كده الحقيقة لازم نعترف أنه كولر غير من شكل الفريق على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي كمان زي ما أنت بتقول فيه بعض اللعيبة كانت يعني حاجة وبقت معاه حاجة تانية لو نفتكر حمد فاتحي بقى حاجة تانية ديانج شحات تاو هاني كل اللعيبة دي بقت حاجة تانية السنة اللي فاتت بس أنا عايز أقول برضو للناس أن الكرة دايما ما فيش حد بيمشي على مستوى ثابت فترة طويلة ده في علم الكرة أو في علم الرياضة أو في علم أي حاجة في الدنيا أنه لازم الكرف بيطلع وينزل وينزل شوية ويطلع تاني دي هي سنة الحياة في كل حاجة حقيقة فهو ده اللي احنا بنمر دي السنة دي السنة دي برضو لأن انت زي بقولك أن انت قدرك أن انت أول مباراة في الموسم بتلعبها بطولة السوبر الإفريقي وما حصلش توفيق برغم أن انت كنت الأفضل وكان ممكن تكسب دخلت على بطولة زي السوبر الإفريقي برضو انت كنت برضو مقد فيها مباراة كويسة قوي وماتش سانداونز لو نفتكر ضرب الجزاء دي كان ممكن تغير الدنيا شوط الأول كله كان ممكن كان ممكن يغير الدنيا فهي كرة برضو فيها توفيق وعدم توفيق فلما يكون فيه تزابزب شوية في المستوى مع عدم توفيق يطلع الشكل ده هو اللي قالي الناس قبل كاس العالم هو فكرة عدم التوفيق يعني فكرة أنه عدم التوفيق ده ممكن أنا أقول في مطش في اثنين في ثلاثة واربعة لكن لما يحصل في مطشات كتير أبتدي هنا بالنسبة لي أنا يبقى جرس انظار بس أنا في قصة الكرف دي عايزة أسمع رأيك في نقطة مهمة كل الفرق الكبيرة في أفريقيا اللي شاركت في الدولة الأفريقي بتوعيني يعني سان داونز الأهلي الوداد ترجي سيمبا صحيح الاتحاد الأفريقي شافهم من أفضل فرق القرى صحيح من نتائج في السنوات الأخيرة فبالتالي دول اللي أنا اخترتهم عشان يلعبوا تعال نبص على نتائجهم في دولة الأبطال هتلاقي أن كل الفرق دي بتوعيني أولا وضع طبيعي البطولة عملت في توقيت في بداية موسم والناس لعبت مباراة في الدوري وجيت عملت بطولة بين المباراة والمباراة يا دوبك يومين ثلاثة بتسافر جنوب إفريقيا وبترجع تلعب هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا صفر مع مباراة وبعدين ده كله مستوى أول اي مش مثلا بتريح في مطش فيش تدريجي بتريح في مطش فيش كل المستويات معا بالضبط كده زي البطولة مثلا الإفريقيا دوري 32 دوري مش عارف إيه دوري المجموعات بتبقى فيه لسه نفس إنما انت بتلاعب فرق قوية جدا أحسن فرق في القارة وتريك ترك وورا بعضه وورا بعضه مضغوط بتاع فكاللازي بيطلع الكلام ده والدليل زي ما انت بتقول إن كل الفرق بتعاني لو شفنا تعالي نشوف الترتيب المجموعات ونشوف نتاج الستاشر فريق اللي وصلوا في الشامبيونز ليج أعلى منافسة أو أقوى منافسة أفريقيا تعالي نشوف الفرق الكبيرة فيها عاملة إيه والفرق الصغيرة الحقيقة لازم أديها حقها يعني يعني فيه فرق ما كانش حد متوقع إن ممكن يبقى لها فرصة منافسة أو إنها ممكن تكسب مطش ومع ذلك لحقيقة تعلقت بشكل كبير المجموعة الأولى كابتن حشيش سانداونز طبعا ترتيب أول أربع نقاط مزيم بي نوازيبو نتاوي مع بعضه ويعني لو هنتكلم على الوضع الطبيعي آه سانداونز ماشي مزيم بي برضو راجع برضو نحن نتكلم طبعا إنه الأربع فرق أربع نقاط لكن فورق الهدف هي اللي حسمت الترتيب في المجموعة ودي مجموعة فعلا قوية وصعبة جدا نوازيبو حتى ظهر بمستقوى إنه نجيب أربع بنت من مجموعة فيها مزيم بي وبيرامدز وسانداونز يعني الحقيقة دي المفاجئة لأنه هو طبعا نادي طبعا مش مصنف خالص تصنيف أول أو أي أنت بتتكلم على فرقة قيمتها التسوقية كابتان حشيش الفرقة كلها مش لعيب وعيب 250 ألف يورو بالضبط يعني بتتكلم يعني حقيقة إنجاز كبير فأنه هو يبقى موجود كده لغاية الجولة يعني تلت مباريات ونفس الترتيب أو نفس العدد النقاط فدي طبعا حاجة تتحسب لهم معملي دي سانداونز مكسبش غير نوازيبه بالضبط كده اتعادل مع بيرامدز على أرضه في ملعبه في بريتوريا وخسر من مازمبي نتايك طبعا سيئة جدا لسانداونز روح المجموعة بي كابتان حشيش برضو أعتقد إنه ترتيب ما كانش حد يتوقعه من قبل دور المجموعات ما يبدأ طبعا أسك جالكسي لوداد الرياضي سيمبا التنزاني طبعا أسك تاريخ قديم بس قاعد فترة طويلة خلال السنين اللي فاتت مش ظاهر حشبين على الساحة إنما هو كان من الأندية الكبيرة في القارة صاحب باع كبير جدا في بطولات إفريقيا طبعا طبعا فده برضو انت بتتكلم على سبع بونت سبع بونت أربعة ثلاثة اتنين سيمبا الوداد طبعا الحاجة غريبة الوداد غلب مباراتين غلب أول مطشي المطش على أرضه من جواننج على جالاكسي وبعكد غلب من أسك ميموزا جالاكسي برضو مش من الأندية اللي هي هو الترتيب هنا برضو لو سألنا قوي حد المجموعة دي مين هيوصل منها أغلب الناس تقول لك الوداد وسيمبا بالزبط من عرضه الوداد تالت وسيمبا رابع وما تعرفش برضو الكرة فيها إيه يعني بعد كده طبعا بس أسك ميموزا أعتقد حظوظه كبيرة في السابعة بونط على الأل لا تقلم أول أو تاني بس هو طبعا أقرب فرق لضمان تصدر بالزبط نروح لمجموعة سي نحيي جواننج جالاكسي برضو زي ما حقينا نوازيبه لأنه ما كانش متوقع ليه أبدا أنه يكون ليه فرصة للمنافس برضو نفس القصة تعالوا نشوف في المجموعة سي الأوضاع إزاي مقلوبة والنتاج عامل إيه بتروأتلكو طبعا ترجل رياضي تونسي النجم السحلي الهلال طبعا تاريخ الفرقتين التاني والتالت وترجل النجم السحلي تاريخهم وتصنفهم طبعا أعلى من بتروأتلكو ومن الهلال سبع بونط أربع ثلاثة ثلاثة برضو بتروأتلكو معد شوية طبعا وفرصته وفرصته في الصعود طبعا يعني كبيرة كبيرة الترجل برضو خسارة بيخسر برضو مباراة هو ما يكسبش غير النجم الساحل وتعادل مطش وخسر المطش تعادل الخسارة ما يكسب فده طبعا برضو ده تأثير زي ما قلنا البطولة السوبر الافريقي أثرت على الهندية الكبيرة بشكل انت عارف لو كانت حالة بس واحدة أحمد إنما دي أكتر من فريق يعني الحمد لله إن النادي الأهلي الحمد لله هنجيله طبعا في المرموعة بتاعته بس أنا شايف إن بيترو أتليتكو طبعا في المقدمة الوضع الطبيعي برضو هنا اللي يبقى بيترو والترجل نروح للمجموعة هي يمكن بطولة دولة الأفريقي كان سوق تنظيم مش بس سوق اختيار توقيت طبعا يعني حتى لو هتعملها بالنظام ده كان أفضل نتبقى بطولة مجمعة في دولة واحدة زي أمم أفريقيا أفضل من أنك إنت الفرقة تفضل رايحة جاية خصوصا المسافات عندنا قرب المباريات كان يحتم عليك أن تتعملها في بلد مجمعة وتبقى حاجة كويسة وتبقى بتضاهي يعني بس دي على مستوى الأندية أمم أفريقي كان ممكن يعني يعملوها كده وأعتقد أن فيه تفكير لحاجة زي لو زودوا زي ما هم بيقولوا لدولة البطولة الجاية لو يعني تكررت أو ظهرت نسخة تانية مستقبلية من دولة الأفريقي ما ينفعش كبارح نادي الأهل مصدر بخمسة بنت مدياما ده هو برضو المفاجأة لأنه هو برضو تاريخه يعني مش موجود شباب بلوزداد أربعة شباب بلوزداد يانج أفريكنز موجودين أفريقيا يانج أفريكنز وصيف كونفيدرالية الأهل بطل دوري أبطال ودايما في المباراة النهائية فكان مدياما متعقع لي أنه يتزايل المجموعة بالضبط لكن قد معروض قوية الحقيقة يانج أفريكنز برضو من الأندية اللي عندها تاريخ في أفريقيا في البطولات وبطولات أفريقيا فبرضو أنه هو يبقى الأخير باتنين بونت دي برضو يعني برضو غريبة شوية مدياما طبعا أربعة بونت دي حاجة طبعا كويسة بالنسبة له في كل مجموعة أحمد هتلاقي فرقة من الفرقة المغمورة عاملة بصمة وعاملة نتائج كويس وعاملة ترتيب كويس يعني وفي كل مطشطنا اللي اللي عمناها في دوري والله حتى في الدوري الأفريقي مع سينبا رايح جاي ومع ساندونز رايح جاي ومع شباب لزداد ومع ميدياما ومع يانج أفريكنز كانت كرة الأهلي هي الأفضل كان الأهلي هو الأخطر كان الأهلي قادر على الوصول وعلى خلق الخطورة في كل المطشط اللي اللعبناها لكن تبقى قصة اللامس الأخير اللي تكاد تكون أصبحت بالنسبة لجماهير الأهلي علامة استفهام كبيرة طب و بعدين طب و أخرتها طب والحل ده اللي أسمعه من وجهة نظر طبعا كابتن حشيش بس تسمح لنا فاصل ونرجع نكمل كلامنا اللي شفناها الحقيقة من مارسل كولر مع الأهلي اللي سانة اللي فاتت كان استثنائي ويمكن أكتر حاجة كانت مشجعة جدا في بداية التجربة أنه الراجل مدرك لطبيعة وشخصيتنا دي لأهلي الراجل بيلعب كرة هجومية بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن ملعب المباراة كان برا كان جوه وشفنا له لقاءات كبيرة جدا قدر يديرها تكتيكيا ويفاجئ الخصم ويقرأ سيناريو المباراة من قبل ما تبدأ بنجاح كبير جدا فيه ناس بتاخد على كولر السنة دي أنه مفيش مساحة كبيرة لإبداع أو أنه مفيش جديد عن اللي احنا شفناه قبل كده وبالتالي ناس بتقولك أنه طريقته بقت محفوظة أو أنه الأهلي بقى كتاب مفتوح لأغلب الفرق اللي جاءت نفسه وده بدأ من مباراة اتحاد العاصمة في السوبر لكن السؤال في النهاية إزاي ممكن ده يكون حاصل وإنت قادر توصل لمرمى الخصم وتهدد بفرص مؤكدة في كل مباراة تتعدى الأربع أو خمس أهدف محققة ورغم كده بتفشل في التسجيل هل يحاسب كولر على ده ولا المسؤولية الأكبر تقع على اللاعبين والأهم واللي يهمنا نحن كالجمهور في الآخر إزاي نتخطى المرحلة دي ونرجع تاني لنفس المستوى من الفعالية قبل كاس العالم وأنا هاخد من كلامك طبعا يعني في حاجات ما بتبقاش بقى بإيد المدير الخاني بالضبط هو يحاسب لو أنت ما بتوصلش بس خد بالك كابتن حشيش القصة دي حتى وإحنا بنتوجب الخمس بطولات كان كولر بيعلق عليها بالضبط يعني وكان بيقولك أنا مش راضي على مستوى الفعالية ده من السنة اللي فاتت وانت كاسبان خمس بطولات صحيح إحنا عدد الفرص اللي بنوصل بيها فرص مؤكدة مقارنة بعدد الأهداف اللي بنسجلها مش مرضي بالنسبة لي والأغرب الأغرب إن هو طبعا زي ما أنت بتقول من السنة اللي فاتت الوقت ده وهو قال إحنا هنعالج بالضبط الحاجات دي وأكيد هو بيدي على مستوى الفردي يعني حاجات خصوصية للمهاجمين والحاجات الكور اللي هي بتبقى في الثمانتاشر أو الانفراضات أو الكلام ده كله أكيد بيعملها يعني شوف إحنا بنقول يعني هو أكيد بيعملها يعني عارف المشكلة وقال عليها فبالتالي يعني حق تطيله على المشكلة فشغل عليها زي ما بقولك يعني هو أعتقد إن من السنة اللي فاتت هو تفاجئ بس بحاجة اللي ما كانتش عامل حسابها إن أي حد على أي مستوى بيلعب بالناد الأهلي بيلعب بطريقة معاناة إن هو بيبقى قافل الملعب إضاءة مساحات وتكتل دفاع وبيلعب على المرتدات مش عايز أقول 95% من الفرق اللي بتقابل للناد الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بتعمل كده إلا بعض الفرق اللي هي بتلعب لعب مفتوح أو بتهاجم أو كلامين ده ومع ذلك إنت في التكتل الدفاعي الجامد ده بتوصل وبتوصل لانفراضات فسط التكتل وكور إنت وجون وكور وجون فاضي وجون فاضي يعني إنت تعمل إيه في القصة دي هل ده بقى عدم تركيز قوي من اللعيبة لأننا كالعيب في الملعب لما أنا أجي في ماتش وألعب وضعي على الفرص السهلة دي المفروض أن أنا أبقى حاطت في دماغي الماتش اللي بعده لو جات لي الفرصة دي يعني لازم حبقى فيه تركيز أكتر يعني يعني أنا حضرني دلوقتي لمحمد صلاح طبعا النجم الكبير محمد صلاح في حديث أنه يقول لك أنا بقعد قبل المباراة الصبح بقعد كده يعني أركز في المواقف اللي ممكن تجيلي في الملعب قدام الجون الكرة دي هتجيلي بالشكل فلاني فلازم أعملها كده لازم أشطها مرة واحدة لازم ألمسها يعني تفهم إزاي يعني يعيش الماتش قبل ما ألعب يعيش الماتش فاللعيبة عايزة أنا 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 في أعتقادي أن اللعيبة لازم تركز في الحاجات دي الحاجات دي على فكرة مش مجرد كلام هو أنت دايما إما بتركز في حاجة كويس قوي بتجدها بتبقى يعني تقدر تعملها إنما لما بتاخدها وخلاص عدت هي كرة وراحت أو لا خلاص ما بتتعلمش فلازم اللعيبة وأكيد برضو المدرب بيفراجهم على المباراة بعد كده وبيحل الماتشات معاهم وبيحل الكور المعينة مش حاجة جديدة على النادي الأهلي زي ما قلته بكرر تاني أن يلاقي فيه تكتل دفاعي إزاي توصل للحلول فيه حلول موجودة لأن متبقاش حل واحد تكتل دفاعي مثلا هشوت من برة لازم ألعب على الإطراف أو ألعب كور مثلا من العق أو استغل كور السابتة فيه فيه أكتر من حل أكيد الراجل برضو قاله للناس بس إزاي بقول لك يا عزة تركيز من اللعيبة تصميم تصميم ضيعة هجيب اللي بعدها ضيعة هجيب اللي بعدها التصميم ده ممكن يوصلك معه بقى الأهم من ده كله اللي هو مش موجود في الفترة اللي فاتت هو التوفيق إحنا بنتمنى إن التوفيق يبقى موجود وبرضو هنقرر إن التوفيق ده ما بيجيش ألا للمجتهد المصمم على المكسب صحيح بتقالي إنه فيه سلاحين برضو إحنا يعني غيبين عننا في الفترة الأخيرة وصوصا مع كلام حقيقي على فكرة إنه أغلب الفرق بيتقرية لأهلي أو تلعب على فكرة ترجيع المساحات حرمانه من من المساحات أو من استغلال السرعات اللي توصل ورغم كده بنوصل لكن فيه سلاحين دايما بشوف إنه هما بيخدموا بزاة فرق شمال أفريقيا إحنا مش قادرين نستغلهم التزديد من خرج الصندوق صحيح والكرات السبتة بالضبط دول الحقيقة يعني فيه كرات سبتة كتير جدا ممكن تتحلل أهلي على مدار المباراة بس تحس إنها مش بتسجل منها ما فيهاش خطورة ما فيهاش خطورة ما فيهاش خطورة يعني إحنا نفكر ماتش بتاع الوداد في النهائي كورتين شط تسويب من بره أي فده سلاح يعني بيضرب التكتل الدفاعي وسلاح يعني مهم جدا جدا وخصوصا إنه إحنا عندنا في الملعب دلوقتي فيه ناس بتجيد التسويب زي حسين شحات زي إمام عشور بيرستاو برضو من اللي بيصاوب كويس ديانج والله بيشوف إنه ديانج لو رجليه زبطت إنه شنكاز ما بيقول كابتن ميمي الشربيني لو خد سنس إنه يحط يعني ديانج بس يعني إيه في المقام التاني لأنه ما بتتوفرلوش الفرص الكتيرة في التصويب لأنه بيبقى جامل أنا بحس إنه شغل كولر اللي كان بيعمله مع حمدي فاتحي بيحاول يطباهه مع ديانج بس يمكن النتيجة مش 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 نفس المرضود بس أنا بحس لأن حمدي فاتحي يمكن كورة أعلى شوية من ديانج من ديانج ديانج يفرق عن حمدي في القوة والتحامات وقطع كورة بيجيد الحتة دي حمدي عنده حتة أنه هو عنده ميزة كمان عن ديانج كمان أنه هو بيلعب بجماغه ألعاب الهوى ديانج ما عندهش حتة مشوفناهوش يعني بيلعب بجماغه يعني فزي بقولك إن لازم لازم اللعيبة يعني يعني كل واحد عنده ميزة معينة يستغلها يعني عايزين نشوف إمام عشور لأن أنت مثلا لو هنرجع لكاس العالم عنده أنت فيه ماتشات هتخلص بالتصويد من بعيد وإنت عندك إمام ما شاء الله رجل كويس أهو أحسن الشحات اللعيب كمان وبيترى لي كمان أن المساحات هتتوفر في ماتشات كسة العالم بيوف الماء فيه تكتر با فيش فريق يلجأ لفكرة الدفاع لأنه دي مباراة بتوصلك لحاجة أو بتطلعك وكله عنده شخصية البطل فما فيش حد بيخاف من حد فإنت عندك فرصة إن أنت يبقى فيه مساحات ما حدش وقف لك وعمل بلوك بقى حوالين الثمنتاشر كمان اللعيب أحمد لازم يفكر مع نفسه إنه هو لو هو بلعب بطريقة معينة يعني مثلا شحات برا وبدخل على جوة بيشوت بيصوب لازم أغير من برضو طريقة لعبي يعني يخذ بالك إزاي ممكن برستوي برضو نفس القصة إمام عشور نفس يعني كل واحد لأن الفرقة الثانية برضو بتبقى درساك يعني شافة مباراتك هتشوف آخر مطشطك كلها أكيد فأنت هو كرة يعني العنصر المهم فيه المفاجأة إن انت تبقاش يعني انت داخل علي أنا مش عارف انت هتعمل إيه يعني زمان ما بقاش حفظك يعني ما بقاش حفظك مثلا فلان الفلاني له ترئيسة معينة بيطلع على الجنب عشان يرفعها ما عندوش حل غير كده عنده مثلا رجل يومين ما قدرش يستخدمها زي الشمال فأنت الحاجات دي كلها لازم انت يعني تغير من نمط لعبك وأسلوب لعبك في إطار طبعا اللعب الجماعة والحاجات المتفق عليها يعني لازم كمان يكون كل واحد في اللعبة عنده ثقة بنفسه إنه يبقى قادر إنه يصنع الفارق ما بقاش لا فلان ده هو اللي بس يصنع الفارق لا أنا أنا خط الهجوم والناس اللي تحتيهم اللي هو النص الملعب المهاجم لازم برضه عنده حتة إنه أنا أقدر أعمل الفارق أنا لازم الثقة بالنفس لازم أبقى قد المستوى اللي أنا بلعبه وخبالك إزاي وبقى حاطت في دماغي إنه أنا شايل الاسم اللي إلعاب مع شرط العمر يعني الواحد الواحد من هو بيلعب في الناشئين صغار كده يحلم إنه يلعب ما تشوف كاس عالم طبعا تلعب مع لعبة كمان أسماء كبيرة أو أسماء جندة وكده فأنت من التاريخ يعني الحاجات دي ما بتتعوضش هتقول بقى سنبعد 20-30 سنة سلام لو كنا يا سلام لو أنا بزلت يا سلام للكرة دي لو جات جون كانت حساب لي جون في كاس عالم الأندق يعني عارف إزاي غير برضو كمان إن أنت يعني أنظار الناس كلها لأن طبعا نسب المشاهدة على مستوى العالم كله بقى دي مش على مستوى بقى المحلي أو مستوى أفريقيا طب تتكلم على مشاهدات غير عادية من كل ممكن يبقى فيها عنصر تسويقي كمان يعني أنا لازم أظهر بالمظهر ده غير إن أنا كمان بمثل الكرة المصرية في الحتة دي فلازم برضو أظهر بالمستوى المأمول غير النادي الأهلي بقى اسم النادي الأهلي دلوقتي ما بقاش في إفريقيا بس بقى اسم النادي الأهلي كمان في كاس عالم الأندق رجل يعني محقق برونتق تاني أعلى فوز في عدد مطشاط بعد رئيال مدري بالضبط فأنت مش رايح إن أنت تشارك بس عدنا المرحلة دي يعني كل الناس نقول لك إحنا عايزين بقى إن شاء الله نعد الحتة دي ونخش ليه ما لعبش نهائي قيمة الفريق رأيك فيها إيه الأسماء اللي اختارها مرس الكولر للمشاركة في كاس العالم بص أنا يعني ما بعلقش على موضوع الاختيارات لأن بص هنرجع نقول المدرب عارف هو محتاج مين هناك وعارف يعني هو هيلعب مين وهيقعد مين في الوقت الكذا يحتاج البديل الكوف اللي بقى موجود الناس الأكثر جاهزية خلال الفترة اللي فاتت لأن الوقت داي أن يطلع فلعبت النادي الأهلي تقريبا كلهم زي بعض وكلهم مستوات قريبة وهو الرجل عامل حاجة إنه محدش له حاجة إنه هو بعيد عن الملعب كله في الملعب يعني كله رجله في الملعب يعني عذا أكرم يمكن اللي مخدش كتير قبل يمكن وإنا ما عرفش برضه هو أعتقد أن أكرم مش مصاب فإنه برضه يعني لعب أو ممكن يكون مثلا يعني وارد إنه خايف عليه من إنه يتعرض أو الإصابة تتجدد فبالتالي بيحافظ عليلي إنه عارف إنه ورقة مهمة في كاسة العالم ده السيناريو ورد ممكن ولو إن أنا مش هاضم دي يعني ليه بقى معنا ممكن أحافظ عليك وتيجي قبل التمرين تصاب تعرف اللعيب معرض يعني اللعيب بلعب عادي وهو ونصيبه وهو يعني بخته في الموضوع ده يعني إحنا بقولك إحنا بنبقى بعد التمرين ممكن أن أنت ماشي في الشارع رجلك تبقى على الرصيف كده تتلوي يعني أنت فهمت إزاي ويا ما شفنا الحاجات دي كتير فهو لا ألعب ألعب اللي محتاجه ألعب بي واللي أنا شايفه إن أنا هلعبه لازم أديله المباراة الأخرانية اللي أنا بجهزه للمباراة دي عشان انسجام التشكيل وتشكيل اللعيب لما بيلعب يا أحمد ورا بعض ورا بعض الروتيشن كابتن حشيش بمناسبة الانسجام دي الروتيشن ممكن يبقى السلاح زو حدين يعني أو الشيء لما يزيد عن حده ممكن يتقلب لضده في الحتة دي حاسس إنه الروتيشن اللي بيعمله مارس الكولر إحساسي ممكن يبقى آله جانب سل الروتيشن اللي اتعامل زيادة عن لزوم ليه لأن أنا في البداية في البداية خالص ممكن أعمل رتيشن كتير إن أنا عايز أشوف كل الناس وخلي كل الناس رجلها في الملعب ما جيبش واحد من آخر الدنيا ولعبه في ماتش لما أحتاجه مش حاية مش حاية ديني إنما على الأقل لازم حاجة اسمها فورمة مباريات والياقة الياقة فنية بتاع المباريات إن أنا لازم كمان ألعب تسعين دي أكتر من مرة وراء بعد عشان أجيب مستوية الفن لما حس إن أنا بقى فعلا اللعب ده أجهد بشكل كبير أريحه أعمل الروتيشن وغيره إنما مش لعب النهاردة تسعين دي أو أنا كويس وعمل ماتش كويس والماتش اللي بعده أريحه خالص تفهم إزاي استمرارية في الملعب بتدي علوة في المستوى الفني والبدني يعني والفني أكتر لأن في حاجة يسمعها يعني لقى المباريات الرسمية إن أنا أبقى رجلي في الملعب وحاس إن أنا أساسي أعرف اللي هو بيفكر أنا من مرة اللي فات عملت كذا مرة الجادة بيش حد في التمرين بيدي 100% كابتن حشيش إطلاقا بيش حد بيدي 100% ولو واحد قاعد يتمرن طول عمره أحسن واحد في الملعب في التدريب ولا أبشوا مباراة رسمية متاخدش منه متاخدش منه حاجة لأن مباراة رسمية بيبقى فيه جمهور وفيه منافس وفيه ضغط وفيه منافس وفيه ثلاث نقاط وفيه حاجات كتيرة والباصة محسوبة عليك إنما في التمرين ضيعت لا وفيه منافس يعني قمة أمانية أنت بالنسبة لك تبقى ممكن مباراة واحدة زيها زي أمطش في الملعب بنسبة للمنافس بتاعك دي أهم مباراة في الدنيا بالنسبة لأنه يكسب أهلك وعدين التأسيم يا أحمد مهما كان أحمد بيلعب معي في نفس الفرق أنا عارف أحمد بيلعب إزاي وبيخش إزاي وبيعمل إزاي إنما لما بقابل نوعيات مختلفة من اللعبة بمختلف مدارس بتكسبني خبرات يعني دي اللي بتديني خبرات في المباريات هي متعة كرة القدم إنك بتقدرش تتاقع نتيجة مباراة ولا سيناريو ماتش يعني فيه ناس كتير تقولك أهلوية وأنا ممكن أكون منهم الأهلي في مواجهة الستي فرصنا ضعيفة أو في أننا نكسب لكن تعرفش سيناريو ماتش ممكن يمشي إزاي لا لا ما نفعش لعبة مشتركة أو هجمة مرتدة جوة منطقة الجزاء فالأهلي ياخد ضرب الجزاء ولمان سيتي يترد منه واحد تلاقي سيناريو ماتش رحف حتى تالي شوفنا فرق كتيرة بتلاعب منافسين كبار قوي ونقول الماتش ده لا لا ده الماتش ده هيبقى مشكلة النهاردة هيتغلبه 4-5 تلاقي سيناريو الماتش زي ما أنت بتقول فرق بتضيع وطرد منها واحد تركب الماتش أو تلعب كذا ده فيه فرق كمان بتلعب نقصة وتكسب صحيح وتكسب وتبقى أقل مستوى من المنافس فالكورة علمتنا حاجات كتيرة جدا جدا وحاجات غريبة أهم حاجة فيها الاكتهاد والتركيز والإخلاص وبذل الجهد ومتبخلش بقى أي حاجة صحيح تتمنى أوكلند أو الاتحاد جد بص يعني هو اختيار صعب بين الاثنين يعني اختيار صعب بين الاثنين طبعا مع الاتحاد هتبقى منافسة قوية جدا لأن طبعا الاثنين الدولة العربية ومنافسة وكده وفي نفس الوقت مصر والسعودية عموما يعني أنداء ومنتخبات فيه دربي من نوع طبعا وبعدين خلي بالك هيبقى فيه منافسة بين الجماهير طبعا إنما الفرقة التانية أوكلند طبعا ما فيش جمهور يعني بمعنى جمهور ومدارس تانية خالص وحاجة تانية خالص ما عندهمش العصبية بتاعتنا كمنافسين يعني فأنت بص كل جيبه ربنا كويس أنا مش هبص أنا هلعب مين أنا بص النفس أنا بقى كويس يعني أنا أبص إن أنا عايز أطلع الدور اللي بعده فزي بقولك بالاجتهاد وبالقوة وبالإصرار ودايما تبقى أنت حاطت دماغك في الحاجة الأعلى عشان أوصل لها إنما مقولش طبعات دي بس الماتش ده وبعد كده الماتش لا أبقى أنا مش عايز مديليا برونزي لا ده أنا عايز ألعب بقى أول مرة ألعب نهائي تبقى حاجة تتحسيبلي وتتحسيبلي الفرق كلها تحسيبلي اللي جاب كمف المئة من مستوى في المرحلة ما قبل كاس العالم والجاب أو النواقص اللي ممكن في خلال أسبوع من وجهة نظرك نقدر نجيبها أو نقدر نحق أسبوع فترة كافية إنه الأهلي يقفل صفحة ويفتح صفحة جديدة وإنه يشتغل على الحاجات اللي كانت نقصة في انسجام في جماعية في فعالية في بدني في تكتيكي يعني أنا متخيل أحمد غير الجمهور يعني أو غالبية الجماهير بتقول الأهلي مش في مستوى وهناك ربنا يسطر والدنيا والقصة أنا بقول إن ده تحدي مختلف جدا جدا هتلاقي لعيبة يعني حسب المسئولية هناك لعيبة بتلعب مع زيها بقولك أنا عجبني على فكرة فكرة الأهلي مش في مستوى دي آه طبعا يعني عجباني جدا على فكرة عجباني بالنسبة لأن المنافس يستقبلها وعجباني بأنه اللعيبة تبقى رايحة وعارفة أن الناس بتقول عليها أنه الأهلي مش في مستوى وفي تجارب وفي حاجات كتيرة في التاريخ علمتنا الكلام ده لو تفتكر ترجع بالتاريخ على منتخب مصر بقى و98 بركينا فاسل طبعا كانت الناس بنوها نطلع الثلاثة عشر والأربعة عشر لكابتن جوها لنفس الموديل الفني قالك أنا مش رايح أنا رايح ياخد البطولة ولعب لعب مع فرق قوية جدا جدا بمحترفينهم وكده فالكورة يعني ملهاش كبير زي بقولك هي نقلة تانية خالص لما بنزل مطشاط الدوري ما أنا كله زباب ألعب دوري والفرق هي هي والقصة إنما لأ ده أنا راح ألعب في منافسة كبيرة جدا جدا في حاجة كبيرة جدا زي بالضبط أحمد إيه إنما تكون مثلا أنت خارج مع صحابك تلبس لبس عادي وانت خارج مع صحابك إنما لما تكون رايح فرح بتبقى لابس بقى حاجة يعني حاجة شيك يعني أنت نفس القصة بالنسبة للنادي الأهلي أنا رايح على مستوى عالي جدا جدا لازم ببقى ند للموضوع ده قدامي جمهور أنا مستيبه في القاهرة لأ ده أنا راح ألاقي هناك جمهور كبير جمهور النادي الأهلي هناك في السعودية حاجة جمدة جدا جدا فحيبقى عليك ضغط وحيبقى لو أنت محتاج حماس وتشجيع هتلاقي أكثر من اللي بتقابلو في مصر فكل ده لازم ينطق الحجر وبعدين طالما أنا أساسا أنا الخوف أننا كل اللعيبة بتاعتي مش على قد المستوى هي إمكانياتها كده هقول لا حتى لو عدت تشجع فيهم مليون سنة انت فاهم إزاي إنما لا أنا عندي لعيبة عملت قبل كده يعني إحنا قريدي مجربينهم في بطولات قبل كده طب ليه لا في اللي جاي في لعيبة وصلة طوب فور من سنة دي من وجهة نظرك في لعيبة جابت أفضل مستواتها يعني طبعا فيه طبعا الشناوي عمل مباراة طبعا خلال فترة اللي فتت يعني محمد عبد المنعم طبعا ربنا رجعه بالسلامة برضو عمل يعني برضو مستوى كويس عندك ديانجي ماشي كويس بيرستاو ماشي كويس الشحات يعني كان ماتشاط ماتشاط يعني فيه اللعيبة مش بعيدة عن مستوها يا أحمد إنما فيه بعض المباراة كان فيه نوعا من بس إزاي بقولك تصرع وعدم اهتمام في بعض الأوقات بالذات وإنت مقابل الجون أو في الفرص اللي هي المحققة الأكيدة بفرعونة شوية ما بقاش فيه تركيز لأن انت تعال شوف الماتشاط اللي فاتت دي كلها إنت مفيش ماتش من الماتشاط حتى اللي تعادلتها أو اللي خسرتها ما وصلتش وصلت بأهداف محققة إنها تيجي فهي كل الكلام ده لازم بقى يترجم في اللي جاي الأهلي قادر يتجاوز الماتش الأولاني إن شاء الله إن شاء الله قادر أو تحلم تتمنى أحلم وأتوقع أو صنع إن شاء الله بإذن الله السنة دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا كابتان حشيش نوارك الدين وعلى مدار الإسبوع ده هنتابع معاكم لحظة بلحظة زي ما قلتلكم النهاردة رحم التنريبات بكرة تمرينة خفيفة صباحا ثم السفر والترجه للمملكة العربية السعودية إن شاء الله لبداية رحلة للسعداد لمباراة الجمعة القادمة في مواجهة الفائز من اتحاد جدة وأوكلين سيتي أشكركم على المتابعة النهاردة تحياتي لكم تقابل بكرة على كل خير